السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته شاء الله بخير وصحب سلامة انا اخوكم ميلا اهلا وسهلا بكم مرة ثانية Modular Health and Disease in Population اليوم ان شاء الله لدينا محاضرة السيشن الثالثة ستكون عبارة عن لكتر واحدة ما ستكون لكتر لا فقط لكتر واحدة لا مثل السيشن الثاني ستكون بعنوان measuring disease in population لكتر حيال مهمة بنفس الوقت حلوة يعني بقدما هي مهمة بقدما هي حلوة تمام أكو بيها هواي مصطلحات رح تتكرر علينا باللكترات الجاية زين فأريدكم تركزون بيها بهاي اللكتر رح يسولف وياه عن المصطلحات اللي تعبر لي عن حالات الوفيات عن حالات الإصابة بالمرض وهمين شن الفرق ما بيناتهم رح ناخذ شوية مسائل رح نكسر جو الكلاميات الجافة اللي شفناه بالسيشن الثاني هس رح نطب بالهلث عن ديزيز الفعلي فبداية عدنا الليرنج أوبجكتف ما لتنقلك تسولف لي شن الأشياء اللي لازم آني أطلع من هذا اللكتر وآني ما أخذها ويايا فلازم تطلع من هاي اللكتر حتى وانت تعرف شن الفرق ما بين الانسدنس والبريفلنس شنو هاي الانسدنس شنو هاي البيفلنس شن الفرق ما بيناتنا هس رح نتعلم هن شغلة ورد ثانية وقل لك همين أريدك توصف لي الفرق ما بيناتهم والعلاقة مالتهم أثناء حالات الوفيات تأثير مرحات الوفيات عليهم وتأثير حالة الكيور اللي هو الشفاء عليهم طبعا الانسدنس والبريفلنس هن تعبير عن حالات الإصابة بمرض معين تمام فأقول لك أنا حالات الإصابات عندي الانسدنس والبريفلنس حالات الوفيات اللي هي الديث وحالات الشفاء اللي هي الكيور شون رح تأثر على الانسدنس والبريفلنس بعد يقول لك أنا أريدك توصف لي من تطلع من هذا اللكتر تعرف شون توصف لي أو تعرف شنو معنى شنو الأهمية مالتها حصلت مجموعة من المعلومات يقولك هاي المعلومات راح تتخذ عندي وجهين مرة راح تكون يوسفل ومرة راح تكون نوزنز أنا راح تكون مزعجة فمن تكون مزعجة لازم أنت تتخذ في إجراء بديل يخليك تتخلص من هذا الإزعاج اللي أنت تتواجه أثناء العمليات البحثية ماتك والعمليات الحسابية ماتك فأنت راح تستعمل طريقتين وحدة اسمها Age 6 Standardization وحدة اسمها Standardized Mortality Morbidity Ratio اللي هي الأسامار فباختصار لازم أنت تطلع من هذا الليكتشر وانت تفاهم مجموعة من الأشياء أنا هصرح أعدتهم incidence, prevalence, الفرق ما بيناتهم علاقتهم وحالات الوفيات وحالات الإصابة بالمرض شنو معنى incidence rate ratio شنو معنى confounder أو confounding تمام شنو معنى age 6 standardization شنو يعني Standardized Mortality Morbidity Ratio أو SMR فعلى بركة الله دعونا نبدأ باللكتر مالتنا الآي الآي اللي آن شنو لحصيح لإنسدنس والبي اللي آن رحصيح لبريفلنس الآي يقول لك الإنسدنس هو عبارة عن يعني تعريفة The number of new cases that occurred كمية الإصابات الجديدة التي حدثت زين focuses on a new event رح يركز لي فقط على الأحداث الجديدة useful when monitoring epidemics رح يفيدني من آني أريد أسوء إحاطة بحالات الوباء زين For example The number of new cases of meningitis in the first year students على سبيل المثال عدد الحالات الإصابة الجديدة وعدد الكيسات الجديدة اللي صارت بالتهاب سحاية الدماغ لطلاب المرحلة الأولى رح تقولوا لي هسا نحن أوكي فعندنا الكلام المترجم موجودة في هذا الاستاذ بس ما فهمنا شنو المطلوب من عندنا شنو الانسدنس بصورة أوضح ريدك توضح نها صورة أوضح يا ميلا تذكرون إحنا من كان عندنا وباء كورونا تمام كانت تنزل قائمة بشكل يومي هاي القائمة تحتويلي على أكثر من يعني حقل واحد كاتبين بي عدد الإصابات الكلية يعني من بدت الجائحة بالعراق لحد اليوم واحد كاتبين بي عدد إصابات اليوم واحد كاتبين بي الوفيات واحد كاتبين بي حالات الشفاء عوفكم من هذن يعني كلهم روحوا للحقل الثاني الحقل الثاني اللي كاتبين بي حالات الإصابة الجديدة اليوم بالنجف عدنا 30 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا 30 نفر دخلوا للحجر الصحي في مستشفى الحكيم مثلا زيان هذولة 30 هم عبارة عن الانسدنس هم عبارة عن الانسدنس لفيروس كورونا بهذا اليوم فستفهمنا شوني عن الانسدنس انسدنس هو أنه قد أني عندي حالات إصابة جديدة لي مرض معين يركز لي على الإفنتات الجديدة أكيد يركز لي على الحالات إصابة جديدة يعني ماكو واحد يسولف بانسدنس المرض من 1960-1920 لا نحن نركز على الإفنتات الجديدة وقل لك هو يفيدني من أني أريد أكون محيط بدراسة الأوبع طبعا نحن عدنا اللي هي الأوبع والبانديمك اللي هي الجائحة فالانسدنس هو يفيدني بالإثنين لكن أكثر شي بالإبديمك لأن تدرون بأنه الجائحة نادرا ما تجي يعني صارنا سنوات كلش كثيرة فقط جائحة كورونا والله يكفينا الشر إن شاء الله فيقول لك هنا على سبيل المثال على سبيل المثال جاءت عندي حالات إصابة جديدة بالتهاب سحية الدماغ لطلاب المرحلة الأولى طلاب المرحلة الأولى مثلا دفعها 40 داموا بس هاي السنة فالله كافيكم الشر أنا عندي التهاب بسحية الدماغ من الجيس هي سحية الدماغ معناها التهاب فمن الجايتس التهاب بسحية الدماغ جاءت عندي طلاب انصابوا بهاي السحية بهاي السنة بهاي السنة فمثلا عندي من بين 400 طالب أو 500 طالب فقط 3 أشخاص هم انصابوا بيها فأقول الإنسدنس بمالتي هم 3 أشخاص لكل 500 شخص بالسنة الوحدة رح تتوضح الصور أكثر من نمشي بالإصلادات الجاية فهسا كملنا هذا الإصلاد نجح للإصلاد اللي بعد اللي رح يصورف لنا على اللي هي بي هسا قبل شوية صورفنا أي هسا بي يقول لك اللي بريفلنس إصابات الجديدة هذي يقول لك لا أنا بريفلنس أمثل لك كمية الناس المتأثرة بهذا المرض سواء اليوم البارحة أولت البارحة قبل سبع سنين إش قد أكو ناس متأثرة بهذا المرض هم هذور بريفلنس يمثلون بريفلنس مال هذا المرض تمام يقول لك الكيسات الجديدة والكيسات القديمة يعني وكأنه يقول لك بأنه البريفلنس البريفلنس مالتي هي عبار عن زائد كيس تقريبا هذا البريفلنس رح يوصف لي العبء مع المرض في فترة من الفترات كانت المحافظة النجف هي الثانية بمحافظات العلاقة بحالة الإصابة بكورونا تمام فهنا يمثل لي بأنه حالات الإصابة بكورونا البريفلنس بالنجف كل شيء هو مقارنة لباقي المحافظات فمعناها أكفج عبء معين يصير بمحافظة النجف يؤدي إلى هذا الموضوع ونفس الشيء في فترة من الفترات وصلت عدد إصابات النجف فيروس كورونا صفر فالبريفلنس صفر عندي لأن يأما توفوا يأما تشافوا من المرض زين فهذا الشيء معناها بأنه العبء مالت الوباء بالنجف صار قليل فهذا يقصد ب بردن أوف ديزيز همين شيء يقول لك يقول لك يعتبر مفيد على الموضوع أعرفش قد أوفر خدمات يعني وزارة الصحة اللي ببغداد إذا تشوف أن النجف ما بها حالات إصابة والوضع ماش بهه تمام على شون تدز مساعداته على شون تدز سفد دكاتر أو ستافات يرحون يشتغلون بالنجف هو ماكو حالات إصابة وشعدهم رايحين فبينما مثلا محافظة ثانية أكو بيها هواي حالات إصابة وعدها نقص كوادر وعدها نقص أدوات ومستلزمات والحجر الصحي كل شيء مخربط يمهم وزارة الصحة مباشرة رح تعرف بأنه هذول البرفلنس عدهم عالي والإنسيدنس همين عدهم عالي فأني مباشرة رح تزدلهم أشياء يستفادون معدها حتى يتخلصون من هذا الصعود بالبرفلنس طبعا وارك وكشار طبعا هاي مدينة بريطانية يملستر على العموم هي أي مدينة سيستيك فايبروسيس هو عبارة عن مرض وراثي يصيب الغدد اللي ما تفرز بالدم اللي تفرز بالدم أصح لها أندوكراين اللي ما تفرز بالدم أصح لها أكزوكراين فالسيستيك فايبروسيس هو عبارة عن مرض وراثي جينات تضرب لي الأكزوكرايني غلانت تخليها تطلع الميوكس كل شيء هواي فتخلي البيشن يختنك فهو هذا السيستيك فايبروسيس فيقول لك أنا شقد عندي حالات إصابة بالسيستيك فايبروسيس مثلا بغداد أو مثلا بالنجف أو غيرها فمثلا عندي خمسة آلاف تصارهم كل هاي الفترة كل هاي الفترة أنا مسجل خمسة آلاف بحالة إصابة بسيستيك فايبروسيس هو هذا البيشن مالتي زيان آخر فترة آخر شهر قد عندي سيستيك فايبروسيس بآخر شهر أكو عندي حالتين هاي أصح له إنسدنس ولكن كمجموع هنه خمسة آلاف من قالوا بلى هذا بريفلانس زيان زيان نكمل علي بعده النوبة بعد ما شرحت شون يعني إنسدنس وطاني أمثلة وبعد ما شرحت شون يعني بريفلانس وهما الطاني أمثلة هسا رح يحكي لعرفة شي اسمه إنسدنس ريت شرحت لكم وبديش المحاضرة مالة الهاتف وقدت لكم أي ريت عندي تمام هو عبارة عن جزء من كل تمام مضروبا في ألف مضروبا في ألف زيان جزء من كل مضروبا في ألف ليش أنا أضرب في ألف لأنه ريت رح يطلع عندي رح يطلع عندي 0.006 مثلا أنا داعتي على حالات الوفيات زيان حالات الوفيات شون أطلعها كم حالة وفاة عندي أحطها هنا تمام أحطها هنا مثلا أقول disease عفوا death أقسم عدد حالات وفاة على عدد السكان الكلي مثلا population فطلعت عندي حالة وفاة 0.06 ما أقدر أقول بأنه أنا عندي 0.06 إصابة أضربها في ألف وأقول 6 لكل ألف وهي شرحتها وقلت لكم ركزوا عليها لأن رح تسئلوني بيها من نص عدل محاضرة مجرنك ديزيزي اللي هو ساشن الثالث تمام فخلوا ببالكم بأنه أنا دائما أضرب في ألف على المد أخلي الأرقام مناسبة إلى أنه تكون ريت مناسبة إلى أنه تكون معدل وفاة معدل إصابة بمرض معدل ولادة ما أقدر أقول بأنه حالات الولادة يعني معدل حالات الولادة بالنجف هو 0.050 طفل أخوة اليمن أضربها في ألف وقل 50 طفل لكل ألف أمرأة مو تمام فهاي هميا نخليها ببالنا أنا مود من يجي نقرأ ريت نعرف ليش ضرب في ألف يعني زيان فيقول لك أنا هس أريد أتعرف على فشي اسم أعرف الريت الخاص بالإنسدنس شلون أنا يعرف يقول لك مثلا أنا عندي 300 هارد أتاك أن دا ووركر أنا عندي 300 شخص المصابين بالهارد أتاك بمعامل الأصباغ هاي هوايلو قليلة ما أعرف ما أقدر يعني لا تجين تقول 300 هوايل شمد دولة هوايل يجوز دولة 300 اللي تشوفهم هوايل هم 300 من زمن آدم تمام يعني كل فترة تصير عندي حالة إصابة جديدة شمد دولة 300 هوايل جوز صار لهم ألف سنة كل سنة يصير عندي حالة إصابة لأن صار 300 فمو أكيد هما هوايل يجوز كل هم صار بنفس الشهر هنا راح أقول كل شي هوايل فبس على هاي العبارة أنا ما أقدر راحكم لازم أكمل زين اقول لك زين شنو رائعك إذا أقول لك بأنه هذول 300 هم عبارة عن جزء من خمسين ألف عامل من العمال يشغلون معامل الصبو هنا أقدر شوية أقرر بأنه هل هذول هوايل وشوية لأنه 300 من خمسين ألف تختلف عن 300 من 300 مليون 300 مليار زين يعني تحددت بعدد سكان معين زين بس بعدها ما كافية لأن أنا ما عرف هاي الوقت يجوز دول خمسين ألف أنا دع راقبهم من 1850 وإحنا هسا بال 2025 صار لفوق الأكثر من 150 170 سنة يجوز دول 300 قليل حتى لو 50 ألف شخص فأني أحتاج إلى وقت أعرف بأنه دول 300 من أصل 50 ألف يجوز يحتاج ووقت دول 50 ألف يلا طلعت معدهم 300 حالة إصابة فرح يكمل ويطين مالة الإصابة مالتهم وقلي بأنه هم من 5 من 5 6 إلى 6 12 بالسنة اللي بعدها يعني سنة ونص تمام خلال سنة ونص خلال 1.5 سنة أنا صارت عندي 300 حالة إصابة 300 حالة إصابة heart attack disease تمام من أصل جقلت من أصل 50 ألف population هنا أنا صارت عندي معلومات كاملة بشكل أو بآخر أنت هسا من تصفن لها رح تقول بأن هوا أنا أقدر أقول هالة 300 هو وقليلة بس يقول لك أنت ليش قاعد تعتمد على الحدث مال تكوى على التوقعات وتأخذ لك صفنة ربع ساعة على هاي الأرقام تعال علمك علف شيء اسم incidence rate هذا incidence rate يقعد يسولف إياك ويقول لك بأن هل incidence مع المرض معين عالي لو قليل وكل آتي أنا عندي هذا incidence rate هذا incidence rate القانون ما تقول لك طبعا incidence مثل حالات مرضية فأنا أكيد رح يكون عندي morbidity يعني إصابة بالمرض خلي نقول disease تمام مقسوما على population اللي هم عدد السكان الكلي شكتأكوا عندي حالات إصابة مقسوما على عدد السكان الكلي بس لا مو بس مضروبا في وقت أو duration اللي استغرقوها ذول السكان يلا طرعوا لي بحالات الإصابة يعني هذا القانون كأنه يقول لي بأنه أنا جبت خمسين ألف شخص تمام احتاجوا سنة ونص من هاي السنة ونص يلا طلعت أنا بثلاثمائة حالة إصابة فهذا تفسيري للقانون زين هذا ريت هذا يعني هم رح يطلع لي بالpoint لأن ده أقسم حالات إصابة على سكان كل شي هوا فهن رح يطلع لي بالpoint فهن شا سوي أضربه في ألف وبالناتج النهاية أقول يعني لكل ألف نسمة أو أضربه في مية وأقول لكل مئة نسمة أو أضربه في عشر تالاف وأقول لكل عشر تالاف نسمة وهكذا زين رح تسأل لي سؤال تقول لي قبل بالbirth rate وبالمorbidity وبالمortality ما شلت أضرب فيه تاني شو هاي جديدة هاي رح قليك لا موجديدة لأنه قبل الأمثلة اللي آنت تبطيكيا واللي هم أصلا شاهدت بالمالزام والسيشن الثاني كان التايم هو سنة وحدة هو سنة وحدة يعني هنا عندك واحد فأنت بكل الحالات رح تضرب في تايم حتى لو تضرب في واحد رح يبقى عندك على بوليشن ضرب ألف بس بهذا المثال بهذا المثال من بوليشن يعني حالات إصابة من خلال سنة ونص فأنت هنا مجبور تضرب في واحد بوينت خمسة ولهذا ضفنا التايم للقانون معالتنا فهذا صار عندنا قانون هذا مو بس مال 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 مثلا عندي مورتاليتي رايت مورتاليتي رايت مورتاليتي شرحنا بديك محاضرة وقالنا كلمة مورتاليتي معناها حالات وفيات مورتاليتي يعني حالات إصابة بالمرض فمن تشوف أم آر هي غالبة مورتاليتي رايت زين المورتاليتي هي حالات الوفيات اللي هي death تمام مقسوما على population مضروبا في time وهمنا في ألف نفس الشيء بالنسبة للbirth رايت الbirth رايت ب آر هنا عندنا الbirth اللي هي حالات الولادة جديدة مقسوما على population بس هنا حسب إذا population هذا crude بير رايت إذا الفرتالي الفرتايل ومن الفرتايل ومن هذا جنرال فرتايل رايت وذن يكون شرحناهم بس هش اللي يفات أنا داع هذن الكلمات وهذن الأشياء بس عنا ودي وصلكم فكرة بأنه رايت هي جن حسبا تمام خلي نكمل هسه ونشوف هو شلون رتب الحجي مال قال بأنه أنا عدي 300 heart attack ل 50 ألف شخص die worker اللي هما يشتغلون معامل الصبغ من جولاي 2005 لحد جسمبر 2006 يعني سنة ونص تمام فإيجا سوى قال 300 على 50 ألف هي 0.06 هي 0.06 وضربها في ألف صارت ستة فصارت عدة ستة heart attack ست حالات إصابة بالheart attack لكل ألف نسمة أو لكل ألف عامل خلال سنة ونص زلاني ما عاني خلال سنة ونص عاني شغلة رسمي مال تي بالهيلث أقول بير ألف بير بير مية بير بير عشر تالاف بير آني ما أشتغل بالسنة ونص ونص سنة فرح أشيل هاي السنة ونص أطبق القانون مالتي أنا قبل شوية شوفوا هنا 300 على 50 ألف ما أطبقت التايم ما حطيت التايم هاي مجرد هو دا يراوي تسلسل القانون وشوان وصلنا هنا رجع هنا أضاف التايم عدل عليها صارت 0.04 قلت لكم إحنا ما عدنا رأي تشتغل بال فأنا لازم أضرب في ألف صارت أربعة لكل ألف عامل بالسنة الوحدة فأنا هاي من يجيني شخص يقول لي هذا المعمل زين لو لا رح أقول لي والله هو المعمل زين بس كل ألف عامل يشتغلون بي أكو وفهمنا شون نحسب كل أنواع الريت حتى المورتاليتي والموربديتي والبيرت وشون التايم انضاف للريت رغم أنه ما كان مضيوف أو ما كان مضيوف ما كان شرحي وموضحي شنو يعني وهنا كاتب لكم قانون الطريقة رسمية قدرون تعتمدون عليه و هس خلصنا من الانسدنس ريت نقدر نقول انتقلنا بشي اسمه بريفلانس بريفلانس احنا حتناها شنو يعني وطينا أمثلة عليها وحتنا الكلاميات مالتها وأزيدكم من الشعر بيت هذين السلايدات اللي هنا سلايد أربعة وسلايد الثلاثة يجن مقارنة بالأسئلة بالكوزات بالسامة بالفاينال ومتحانات الشاملة وكل شي يجن مقارنة يقول لك قارن ما بين الإنسئنس ما بين البريفلانس تمام تكتب للنقاط اللي موجودة بهذا السلايد واللي موجودة بهذا السلايد هاي ها المقارنة مالتكم تمام كتعريف هندان الكلمات نفس ترجع ترتبهن راح تحصل كتعريف للإنسئنس تعريف للبريفلانس القوانين خلصنا من قانون الإنسيدنس اللي هو الإنسيدنس ريت هسى راح ننتقل على قانون البريفلنس. يقول لك قانون البريفلنس عندي جدا بسيط. ليش بسيط؟ انا راح اقول لك شلون. البريفلنس تمام؟ هي مو ريت. هي مو ريت. حتى انا اقول بير ألف بير يير مدره شنو. او عفوا انا اقول بير ألف البريفلنس. بس يقول لك هي مو ريت حتى انا اقول بير يير لكل سنة. لا هي مجموعة هي مجموعة حالات الاصابة. فهنا يقول لك مثلا بـ 18 أكتوبر 2007 80 patients عدهم cancer من population من أصل 1500. انا عندي هنا مدينة منطقة مثلا منطقة بالنجف. جينا سوينا فحص لها لقينا بيها 1500 نسمة. تمام؟ من دول 1500 نسمة لقينا اكو 80 شخص مصاب بالcancer. دولة 80 شخص مصابين بالcancer. زيان؟ هاي الاصابة بالcancer عرفت ايش وقت بدأت ايش وقت انتهت؟ لا. ما عرف شوكت بدأت ايش وقت انتهت. بس انا ادري بانهم وكلهم مصابين بالcancer. لو مثلا قل لك انا اجيت انا اجيت بسنة الـ 2006 ولقيت دولة 1500 كل شي ما بيهم. وقعدت تراقبهم من الـ 2006 للـ 2007 ولقيت بانه عدهم 80 patient مصابين بالcancer. هذا هنا شو؟ صار incidence معناها خلال سنة خلال سنة من هذا الى هذا صار عندي 80 حالة اصابة بالcancer. بس انا ما عرف شوكت بدأت حالات الاصابة. انا اجاني قل لي لقيت بالـ 2007 ادي 80 حالة اصابة بالcancer. فهذا مو incidence هذا prevalence هذا prevalence زين؟ يعني انا هسا اجي انتوا طلاب المرحلة الاولى اجي اشوف انتوا عدكم 500 نفر يجوز القى فد 3-4 من عدكم مصابين بمرض اسمه ADHD فرط الحركة وقلة التركيز فد 3-4 زين؟ انا مراقبكم عرفتش وقت انتوا انصابيتوا بالمرض؟ لا بس دريت اكو 4 من عدكم مصابين بي. لو مثلا اجيت كلكم كلكم 500 شخص كل شي ما بيكم للمرحلة الثانية صار عدكم اصابة بهذا المرض لا اهنا صار هذا incidence فأتمنى الفكرة صارت واضحة فهنا نرجع المثال مرض نقول لك انا عندي منطقة بالنجف اجيت لقيت بها 1500 نسمة بـ 18 اكتوبر 2007 لقيت من دول 2500 اكو بيهم 80 شخص مصابين بالكانسر فهذا prevalence زين؟ البريفلنس شون احسبه؟ يقولك البريفلنس هو عبارة عن حالات الاصابة اللي هو الدزيز ثوما على الـ population خلص بس هذا المطلوب من عندك تقسم 80 على 1500 هميا رح يطلع لك 0.053 تقدر تقول هذا البريفلنس ما تتي او تضربة فيه 1000 رح تقول 35 بير 1000 تمام 35 بير 1000 او شو تسوي تضربة في 100 هاي 0.05 ثلاثة تضربة في 100 رح يصير 5.3 بير 100 يعني 5 5.3 اصابة بالمرض لكل 100 طالب تمام او لكل 100 نسمة فهي 5.3 لكل 100 يعني 5.3 على 100 خلو قول 5 بالمية فبالضبط هذا اللي مسوي هنا اكو هاي طلاب يقولون هاي ليشيش صادت يعني هي واضحة نوعا ما بس اكو بعض الطلاب شوية متر فنكمل يقول لك بانه البريفلنس هو عبارة عن تمام يعني هو مو معدل فشي متكرر لا هو يعني بس قسمت على المقام ها هي خلاص هذا البريفلنس تمام يعني هو يمثل لك عدد الاشخاص المصابين بالمرض فقط مو عدد الاشخاص المصابين بالمرض لكل كذا وقت تمام ذاكا انسدنس بينما هذا هو البريفلنس اقول لكم فهذا ملاحظة مهمة فيما يخص الانسدنس ريت كل ريت كل ريت وكل بروبورشن اللي هو نفس البريفلنس يعني الباست الباست هو جزء من المقام تمام بعدين رح يجي نفت شيء اسمه رايشيو رح يجي نفت شيء اسمه رايشيو يقارن لي ما بين شغلتين بسطة ومقام ما قلهم دخل بالثاني ما قلهم دخل بالثاني وانا هسا شرح لكم وشلون ريت والبروبورشن مثل من انت تحسب تحسب معدلك بالسادس هاي ريت والبروبورشن تمام بس انت طبعا انت حسب بروبورشن ما تحسب ريت يعني انت معدلك مو بالسادس مو مية درجة لكل سنة لا انت هو سنة واحدة طلعت بيها مية وهاية بينما ريت انه فتشي متكرر انه كل سنة وهكذا فمعدلك بالسادس فمعدلك بالسادس البس جزء من المقام وهكذا تمام انه تقسمت شسمة ستة تسعة تسعة على سبعمية طلعت المعدل ماتك اول على العراق زين الريشيو تجيب معدل صديقك وتجيب معدلك وتقارن ما بيناتهم فتجيب مثلا تسعة وتسعين بوينت ستة واثمانين على تسعة وتسعين حتى تشوف كيف مقدار الفرق ما بين معدلك ومعدل صديقك فهذا يسمو ريشيو فاني هس اسألكم سؤال هل اكو علاقة ما بين معدلك ومعدل صديقك لا شغلة ما تدخل بالثانية اصلا لكم هالفكرة لانه اجانا سؤال بالامتحان السمت في الشامل قال بانه احد هذن الخيارات البسط مات تليسه جزء من المقام وذلك السؤال رح تزلكم واحد من هذن الخيارات البسط مات ومو جزء من المقام وحاطن ن ريت حاطن ن وبعد شغلة والريشيو الريشيو هو جواب الصحيح أسه كملنا من هذني هذا المخطط يعتبر كلش مهم كمراجعة سريعة للفهم يقولك البرفلنس هو عدد حالات الإصابة بالمرض الكلية اللي موجودة عندي هنا بهذا الحوض الانسدنس اللي هي حالات الإصابة جديدة بالمرض ده تقطر لي هنا وتنزلي على موضة زييد للبرفلنس بمالتي تمام بنفس الوقت أنا قد فتشي اسمه كيور اللي هو حالات الشفاء أنه ده تنزلي البرفلنس ده تنزلي البرفلنس تمام والديث همين ده تنزلي البرفلنس لأنني عندي حالات إصابة بكورونا إذا مات المريض إيش عندي حاطة ضمن الأرقام مع المصابين الحاليين هو مات بعد فهنا رح ينقص عندي البرفلنس تمام طيب أكو فتفكرة بسيطة خليني نسولفها شو تقول لك تقول لك بأنه أنا من يزيد عندي الانسدنس البرفلنس رح يزود لأنها ذني ثوابت يعني المفروض ذني ما لا ندخل بالإصابة بالمرض أنه حالة الوفا وحالة الكور الشفاء ما لا ندخل إذا زادت نسبة الإصابات أو لا زادت عندي نسبة الإصابات فزادت عندي البرفلنس لأن هذا لي ثوابت تمام إذا زادت عندي الديث رح تقل البرفلنس لأنه أنا ده أموت أشخاص أكثر فديقلون عندي المجموع المصابين بالمرض إذا زادت عندي الكور اللي هو الشفاء أنا ده أشافي ناسي هواي فديقلون عندي المصابين بالمرض فهم رح يقلل لبروفلنس زيان إذا أنا إذا أنا سويت إذا خليتهم عايشين أكثر يعني وقفت 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 حالات الوفا أنا خليتهم عايشين لكن أنا ما عالجتهم فأني بنفس الوقت وقفت العلاج وخليت ذول المصابين بالمرض هنا خليتهم عايشين نودة أطول السؤال هو هل رح يقل البروفلنس لو رح يزود هو كجواب سريع المفروض تقول بأنه البروفلنس رح يظل ثابت لأنه أنا عندي خمسة آلاف شخص مصابين بفيروس كورونا حافظ إطيتهم علاج يخليهم عايشين مودة أطول فأني حافظت عليهم فالمفروض تقول بقط خمسة آلاف بس الطلاب توقع هنا أنا إطيتهم علاج يخليهم يبقون عايشين مودة أطول بس ما نطيت علاج يمنع الناس الأصحاء أنه يرجعون ينصابون بكورونا فأني حافظت على ذول الخمسة آلاف هما كانوا خمسة آلاف حافظت عليهم هما خمسة آلاف بس بنفس الوقت أكو عندي ثلاثين حالة إصابة جديدة فصاروا خمسة آلاف وثلاثين إن شاء الله تكون وصلت الفكرة شوفوا بهذا السلايد شي يقول لنا بأنه أنا بالسلايد اللي بعده شرحت عن الإنسدنس والبروفلنس والعلاقة مع بيناتهم وشوكت تزود البروفلنس وشوكت تقل من أني يزيد عندي الإنسدنس تمام أكيد هذا الشيء سيؤدي إلى زيادة البروفلنس تمام البروفلنس عفوا من أني عالج بيشنتي هواي أكيد راح تقل من أني أقتل بيشنت أو هما يموتون أكيد راح تقل ومن أني أحافظ عليهم عايشين هنا الإنسدنس ستبقى مستمرة فرح تزود عندي البروفلنس مو مثل ما رح تبقي كونرستانت مثل ما البعض يعتقد يقول لك بأن البروفلنس هي عبارة عن تقريبا تقريبا هي الإنسدنس مضروبة باللنكث أوف ديزيز في طول المرض تمام تمام بعدها هسا حكملنا الأوبجكتف الأول عرفنا شون الإنسدنس عرفنا شون البروفلنس عرفنا شون الفرق بناتهم والمقارنة والقوانيم مع كل واحد والرليشنشيب مع لتهم وهذا المخطط اللي هواي طلاب يسئلون عالية بالذات النقطة الرابعة مثل ما أنا وضحت لكم وقلت لكم إجينا للأوبجكتف الثاني اللي يقول لك آني ش رح أستفاد من هذاني آني ش رح أستفاد من هذاني أو شلون ممكن آني أستفاد من أتن أكون عندي فتشية اسمه Variation in risk أو Systematic Variation طبعا Systematic Variation اللي هو هذا Systematic Variation أنه آني أجي أقارن ما بين شغلتين مثلا حالات الإصابة بفيروس كوراني بالنجف وحالات إصابة بفيروس كوراني ببغداد تمام أجي أقارن ما بيناتهم إذا طلع أكو فعلا فرق ما بيناتهم زين وهذا الفرق إلى مسببات الفعلية آني هنا رح أقول هذا Systematic Variation زين إذا كان هما نفس الشي بس هم طلع عندي فرق وهذا الفرق أجي نتيجة ضربة حظ آني هذا الشي رح أصح له Random Variation وهذا موجود بالسيشن الرابع بالمحاضر القادم إن شاء الله على الأسبوع القادم فقل لك Systematic Variation As opposed to random and a risk between people is of a great interest because it can give us a close about the etiology cause of disease يقول لك بان هو رح يساعدني حتى أعرف مسببات المرض Systematic Variation رح يساعدني حتى أعرف مسببات المرض حتى أعرف إيش أن صار عندي سرطان رأة نتيجة التدخين حتى أعرف إيش أن صار عندي تشمع كبد نتيجة لجرب الكحوليات وهكذا منطيني فوق أمثلة على أنه أنا شلو ممكن أسفع من هذا المصطلح حتى لتعلمتها حتى أربط ما بين مرض ثاني فهذا الأمثلة منطيني بشكل أسئلة يقول لك هل أكو خطر لإصابة أكو خطر خطر الإصابة بمرض نتيجة عدم استخدام وسائل الحماية الجنسية مثلا أو هل أنه الهارد ديزيز أمراض القلب لها علاقة بكمية الإكسبوجر طبعا كلمة إكسبوجر يقصد بها التعرض لفتشي معين قد يؤدي إلى مرض وقد لا يؤدي زين فإن الإكسبوجر مثلا أنا عندي مجموعة طلاب مدخنين هذا رح سنحنهم إكسبوزد إكسبوزد يعني أنا عندي الإكسبوجر ماتي هو التدخين وعندي مجموعة طلاب مدخنين فأنا رح أقول هدول إكسبوزد عندي طلاب مدخنين رح أقول عليهم نون إكسبوزد أجي أسوي عليهم دراسة أجي أشوف يا هو من عجهم دين صاب بأمراض القلب الإكسبوزد لون إكسبوزد هالشكل رح تكون الدراسات مالتي بالذات بالسيشن السادس والسيشن الخامس فهذا معنى إكسبوزر إكسبوزر أنه يتعرض لفتشي معين فهنا أنا عندي الإكسبوزر ماتي هو السيشن السموك فإنما ما قلت لكم أنا رح أقسمه على مجموعات إكسبوز نون إكسبوز رح تفهموه أكتر كل ما نصعد بسيشنات الجاية بس أنا وضحت أخافه أنه واحد يسأل الاتيولوجي اللي هو cause of disease We can compare the level of exposure in two groups رح أقدر أقارن الإكسبوزر بجروبين أكو مثلا مجموعة دخن ومجموعة مع الطلاب ما الدخن تمام فهذول الإكسبوزر يمهم عالي اللي هو تدخين هذول الإكسبوزر يمهم شبه من عدم ما يدخنون تمام of people and try to identify the causal factor for disease أنا رح حاول أدور على العوامل المؤدية للصابة بالمرض having identified the causal factor it may be possible to prevent the exposure and thus reduce the incidence of disease قل لك بأنه أنت من تعرف the causal factor اللي هي العوامل المؤدية إلى الإصابة بالمرض هذا الشي ممكن يمكن يمكنك possible هذا الشي ممكن يمكنك أنه أنت تسوي prevent the exposure أنه تمثلا يابا أنا جيت حطيت جروبين أنا هنا عندي جروبين تمام هذا اللي جروب بعشر أشخاص يدخنون هذا اللي جروب بعشر أشخاص ما يدخنون فاللي دخنون رح أقول عليهم exposed هذول رح أقول عليهم non-exposed بعدين من سوى الدراسة هذول العشر أشخاص خمسة من عدهم يعني نص العدد صار عنده أمراض قلب بينما هذول اللي ما يدخنون بس واحد من عدهم صار عنده أمراض قلب فهنات أكد أو يصبح عندي فتفكرة بأنه exposed للتدخين أو اللي عدهم exposure عالي اللي هو التدخين نسبة إصابتهم بالمرض أعلى فأنا من طلعت بنتيجة وعرفت causal factor للheart disease عرفت المسبب للheart disease اللي هو السموك أنا هنا رح أقدر أمنع هذا ال-exposure رح أقدر أسوف التوعية لهذول العشر أشخاص أنه يتركون التدخين بشكل نهائي من تركوا التدخين سوئوا prevent لل-exposure هذا الشيء رح يسوي لي هذا الشيء رح يقلل للإنسدنس رح يقلل لهذه الخمسة مناني أجي أسويها على دراسات مرة ثانية ما رح تكون خمسة رح تكون مثلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين لأن هذول الأشخاص تركوا التدخين فهذا اللي يقصد به بهذه العبارات المكتوبة possible to prevent exposure قابلا لمنع ال-exposure on this reduce وهذا يؤدي إلى تقليل the incidence of disease the incidence of disease مالة المرض مالتي فيقول لك أنه هي systematic variation أنا مرة رح أستخدمها كشيء مفيد كشيء مفيد تمام ومرة رح أستخدمها أو يعني هي رح تكون وافحة قدامي كشيء مزعج أو غير قابل للاستخدام فكل آتي أول شي رح نبي باليوسفل اللي هو الشيء المفيد اللي ممكن أنه أنا أستفاد من عنده يا بس شون أنا أستفاد من systematic variation شون أستفاد من المقارنة ما بين الجروبات يمتى تكون مفيدة تكون مفيدة حتى أنا أعرف مساببات المرض ومثل ما ذي كان بالمثال ما قبل شوي we can compare incidence rate between group with the different level of exposure أنا لحقانا جروبين مختلفين بالexposure نمالاتهم فشيء اسم incidence rate ratio incidence rate أنت تعرفوه شنوية حالات الإصابة على الpopulation الpopulation مضروبة في time على المتخاب أنا عندي سنة نص أو عندي نص سنة أسويها سنة كاملة ضرب ألف أو ضرب مية وبالنهاية أكتب بير ألف أو بير مية هاي الإنسيدنس ريت اللي حجناها قبل شوي ريشيو اللي أنا شرحتها قلت لكم هي عبارة عن incidence rate على incidence rate بس كل واحدة لمجموعة مختلفة هاي incidence rate وهاي incidence rate بس قلت لكم مثلا هذا معدلك وهذا معدل صاحبك تريد تشوف مش قد مقدار الفرق ما بيناتهم فأنتش تجي تقارن تقسم واحد على الثاني فهي الإنسيدنس ريت ريشيو فيقول لك أنا هنا عندي جروبين هذول الجروبين تذكرون هاي اللي بيهم عشرة وخمسة ملعدهم منصاب وهذول بيهم عشرة وواحد ملعدهم منصاب هذول كانوا اكسبوز هذول كانوا نون اكسبوز فإذا نجي نحسب الإنسيدنس ريت مالتهم هذا رح تكون خمسة في عشرة ضرب ألف تمام وهذا رح يكون واحد على عشرة ضرب ألف زيان فرح يطلعنا رح يطلعنا إنسيدنس ريت لكل واحد هذا للإكسبوز وهذا للنون اكسبوز أجي أطبق قانون اسمه إنسيدنس ريت ريشيو IRR رح أقسم IR مالة الإكسبوز على IR مالة النون اكسبوز يقول لك فهذا معلومة إذا طلع عندي إذا طلع عندي الإنسيدنس ريت ريشيو الإنسيدنس ريت ريشيو أكبر من واحد إذا طلع عندي أكبر من واحد تمام معناها معناها الإنسيدنس ريت مالة الإكسبوز اللي موجودة بالبسط أكبر من المقام وهذا يعني بأنه حالات الإصابة للأشخاص المعرضين أكبر من حالات الإصابة للأشخاص غير المعرضين وبالتالي السموكينج يؤدي إلى أمراض القلب هذه الفائدة من الSystematic Variation التي هي incidence rate ratio في incidence rate بجروب B أكبر من incidence rate معلتي جروب A هذا يأكد أنه مقدار الفرق بالإكسبوجر اللي هو التدخين أنه ذول يدخنون ذول ما يدخنون تمام منتبط بمقدار الفرق بحالة الإصابة لهذا المرض هاي فيما يخص أنه أنا أقارم بالإيتولوجيا أنه مسببات المرض أقدر هميا أستفاد من Systematic Variation حتى أقيس الفعالية ما أدوها معينة يا بأ أنا بال1950 شنة أستعمل فالدوها معين حتى شسمها أشافي وجع الراس وراء 1950 طلع عندي فالدوة جديدة اسمها براسيتول فأني بالجديد صرت أستعمل براسيتول قبل ما أستعمل براسيتول شو تستعمل دوة ثانية ما أستعمل براسيتول الأحسن لماذا عفد ذاك القديم لماذا بدأت أعتمد هذا الجديد الجواب هو أنه سوى Systematic Variation راواني بأنه الراسيتول الأفضل فيقول لك أنه راواني براسيتول راواني براسيتول راواني براسيتول اللي موجودة عندي بالإدراج أي بالإدراج أي أكو عندي ثمان حالات وفا ثمان حالات وفا لكل ثمانمائة شخص بينما بالإدراج بي أكو عندي خمس حالة وفا لكل ألف شخص التمنطقين إذا تجي تشوفها فأكيد هنا شنو راح يكون البي أفضل عندي أكيد بس شنو إحنا لازم نطبق غنطانو لمالتنا بداية لازم نساوي الأرقام فلازم شنسوي لازم خمسة على ألف وتضربها في ألف راح تغتصر ألف ويا الألف راح تبقى خمسة بير ألف تمام بس هاي الثمانية من أصل الثمانمية شا تسوي تقسمها على ثمانمية وتضربها في ألف على موضة تساويها بأختها فإذن الأصفار راحا هاي ويا هاي واحد فرح تطلع عشرة بير ألف هذا شنو للدراج ياهو هذا دراج أي هذا دراج أي الدراج بي راح يكون خمسة بير ألف فأنا سأسئلك سؤال استعملنا علاج الأي وصارت عندي عشر حالات وفاة لكل ألف شخص واستعملنا علاج البي جديد وصارت عندي بس خمسة لكل ألف شخص ياهو الأحسن أكيد راح تقول للبي اجي تاني سويت incidence rate ratio عفوا mortality rate ratio incidence rate ratio هي حالة إصابة المرض mortality rate ratio اللي هي حالات الوفيات الريتات مع الوفيات mortality هاي مو موربدي فرح نقول الـ IR أو عفوا الـ MR لأن هاي مو incidence rate هاي mortality rate رح نقول الـ MR مالة البي مقسوما على الـ MR أو mortality rate مالة الأي زين مالة البي شقد مالة البي هي خمسة لكل ألف طبعا هاي لكل ألف رح تختصر رويا لكل ألف الموجودة بالمقام بينما هاي رح تكون عشرة فرح تكون 0.5 بما أن يطلع لي أقل من واحد بما أن يطلع لي أقل من واحد معناها البسط يؤدي إلى حالات وفاء أقل فإذا نحن أتمد الـ DRUG B اللي هو العلاج الجديد فبعد ما صرفنا على هذه الأمثلة اللي كان قبل شوية عبارة عن benefit أو مثل منقول useful non-refit شيء استفاد من عندها ثاني أستخدم مقدار الفرق ما بين الريتات مالة القروبات المختلفة استعملتها كي useful حتى أقانو ما بين العلاجات ما بين حالات يأصاب المرض حتى أكد حالة أدل أدل مرض وكذا الآن يقول لك بأن systemic variation لا تكون مزيئة لا تكون نوزن لتكون نوزن فإن المثال تظهر الرئيس بين المختلفة يمكن إعجاب المختلفة المختلفة ويستخدم لتحضر المختلفة المختلفة يقول لك الأمثلة السابقة رأوضنا بأن systemic variation استعملنا حتى نقارم ما بين مقدار الخطر بين الجروبات كل الجروب متعرض إلى exposure معين أن هذا لا تكون قليلا وهم استعملنا حتى أقارم ما بين treatment أن الفعالية مالة العلاجات تمام تمام أيضا المختلفة التي يمكن أن تكون مهمة لكن ليس مهمة تعتبر مهمة بالدراسة لكن هل هي مهمة بحد ذاتها أكيد ليس كل لا طبعا لا ما بين مهمة مهمة لكن ليس بحد مهمة يعني يقول أن هي مهمة لكن ليس دائما تكون مهمة لأن أحيانا تكون نوزنس كيف تكون مزعج كيف تكون مزعج أنا أعرف كيف هنا يأتي لدي مثال أقول لك مثال أنا عندي الـ age and sex are strong determines of health rate ratio for most disease comparing يقول أن أنا الأمراض بالأشخاص المصابين الأمراض عفوا يقول لكم أنه أنا الأمراض بالأشخاص الكبار بالعمر دائما تكون أعلى من الأشخاص الصغار بالعمر الأشخاص اليافعين اللي هما اليونغ طبعا اليونغ هو لحد نهاية الخمسينات تقريبا أو منتصف الخمسينات فأكيد اللي يكونوا من 18 سنة لمنتصف الخمسينات أحسن من اللي 60-70-80 سنة فدائما من أجي أسوي rate ratio incidence rate ratio أو mortality rate ratio ما بين الأمراض مثلا فأجي أقارن هنا رحلقة بأنه دائما الأمراض يكونون أخطر أو ريسك للإصابة بالمرض دائما أكثر من واحد يعني دائما البسط أعلى من المقام تمام نفس الشيء بالنسبة للسكس كوميرات مثلا breast cancer breast cancer أوكي ممكن يصير بالmale ولكن من الفيميل فأنا رجي هنا أحط ريت من الفيميل وهنا أحط الميل تمام رح ألاحظ بأنه دائما النساء يكونون أكثر عرض لإصابة السرطان الثدي زيان فالفكرة بأنه هذين الأشياء أنا ما أقدر أسيطر عليها فهنا ما صرفت شي أستفاد يعني ما رح يفيدني حتى يعني هو فادني كمعلومة لكن ما فادني حتى أن يأمن على المرض يعني عرفنا بأنه نساء أكثر عرض لإصابة السرطان الثدي زيان هذا منهم وبيهم يعني شو ممكن يعالجوه شلو ممكن كبار العمر يتخطون الأمراض اللي ممكن تصيبهم هم صاروا كبار بالعمر مناعتهم قلت أنسجته متعبت وهكذا فيقول لك بأنه ما رح يفيدني حتى أن يسوي أمنع الإصابة المرض بس شو شو بالاسم شو يقصد بيها أنا عندي عموم الأمراض أكو عندي فتش اسمه موديفايابل ريسك و نون موديفايابل ريسك الموديفايابل ريسك هي الأشياء اللي أنا أقدر أسيطر عليها يعني مثلا التدخين شرب الكحوليات وهكذا أكو أشياء أنا ما أقدر أسيطر عليها مثل النون موديفايابل ريسك مثلا العمر أو الجندر أو الفاميلي هستوري مثلا أنا أهلي مصابين بمرض وراثي معين شلون ممكن أنه أنا أعالج هذا الموضوع ما أعالج هو أهلي مصابين بي وانتقل للجينات مالتي وحتمال يروح للسلالة من بعدي الأبنائي فهذا شي نون موديفايابل غير قابل للتعديل لكن أنا أدخن أقدر أمنع نفسي عن التدخين أكدر أكو هوا يدخنون وأقلعوا عن التدخين فهذا شي يعتبر موديفايابل زيان فيقول لك بأنه من النون موديفايابل دخلك بالسيستماتي لازم تحط لك في الترتيب معين لازم تحط في الترتيب معين يخلص منعتها ماذا سنعرف بآخر سلايدات هسا دعنا نكمل ان السرائشن سكين كانسر مورتال تريت يابا أنا سأقسم مورتال تريت مورتال تريت هي حالة الوفيات سأقسم سكين كانسر هاي كلها هاي بريطانيا كلها هاي بريطانيا كلها جيت أخذ فقط بون موث أخذت على صفحة أخذت المورتال لتريت مالتها وجيت أخذت هاي بريطانيا كلها الباقية تمام سويت لها مورتال لتريت لها وحدها وجيت قارنة هاي بهاي شوفوا شون اللي رح يطلق عندي بحالة وفيات بريت سكين كانسر طلع عندي المورتالي تريت ريشيو خمسة يعني وكأنه يقول لي بأنه اللي يروح لهاي المدينة رح يموت ونسبة الموت مات أعلى بخمس مرات من اللي موجود باقي مناطق بريطاني هاي كأحصائيات وأرقام ورياضيات مكتوبة قدامنا لكن هل المدينة هاي هي اللي تسبب الموت هي شنو مدينة أشباح لا ما ندخل هاي ما ندخل هاي الموضوع بس هو شوف هناك شو يقول لك مورتالي تريت يقول لك بأنه الأشخاص شوف ليش صارت خمسة ليش صارت ال-IRR أو ال-MRR صارت خمسة صارت خمسة لأنه يقول لك الناس من يتقاعدون من يتقاعدون رح يروحون لهاي المدينة هم متقاعدين عمارهم عمارهم كبيرة هو شخص متقاعد يعني أكيد عمره قريب أنه يدخل بالأول لأنه لتقاعد أنه منتخص فترة اليونج منتخص صارت خمسة بعدها خلص أنه تتقاعد من الوظيفة مالتك فأكيد هما بدأوا يدخلون مرحلة الأول والقب شوي يقنبأ أنه مناني أجي أقارن الريت مالة الأول على اليونج مثلا بالمورتالي تي حالات الوفيات دائما رح يكون أعلى من واحد دائما اللي أعمارهم كبيرة يكونوا معرضين للوفاء ومعرضين للمرض أكثر من اللي أعمارهم صغيرة زين الناس تتقاعد ببريطانيا كلها تروح لهاي المدينة فأكيد هنا معدلات الوفيات في هاي المدينة أعلى من غيرها زين فهنا هنا الأيج أو العمر دخل وأثر لي على الدراسة مالتي يعني لو هاي المنطقة يعني باختصار ديقولي بأنه بونموث هي عبارة عن منطقة يتركزون بها ناس أعمارهم كبيرة لهذا تجي تشوف بأنه بونموث أكي بها 3000 حالة وفا بشهر هنا بهاي الأولاد 3000 حالة وفاة بشهر زين تجي تشوف بباقي بريطانيا تلقاها بها مثلا في 200 زين هي مجرد أرقام يعني مثال يضربوا لهذه فليش أنه كل بريطانيا 200 بينما هاي المنطقة 300 لها المنطقة متروسة ناس كبار بالعمر فهنا الأيج دخل عندي بصفة دخل هنا بصفة كشي مؤثر على الريت مالتي وهذه ستعلم أكثر عن الكونفاوندر شون أعرف بأنه هذا الشيء هو كونفاوندر أو داي سيوي كونفاوندنج هذا نوزنس يعني فتعامل مزع جديد دخل بالدراسة ما تدأثر عليها يقول لك لازم أنت تسوي فد آلية معينة تيجي تحط الأكسبوجر ماتك اللي أنت تعتقد بأنه هو العلاقة بالمرض هنا الدراسة تقول بأنه هالبونبون السكن بيها يؤدي إلى السكين كانسر اللي هو هذا الدزيز فأن الأكسبوجر ماتي هو البليس اللي هو هاي المنطقة والدزيز ماتي اللي هو السكين كانسر حطيتها شنو الخطوة اللي بعدها تجي تشوف هل الأيج إلي علاقة متبادلة مع الأكسبوجر تشوف بأنه الأيج إلي علاقة بهذا البليس إلي علاقة بهذا الأكسبوجر لأنه الناس اللي يتقادلون رح يرحون لها المنطقة بإذن هاي المنطقة أكو بيها أيج كلش مرتفعة زين هل الأيج إلي علاقة بالسكين كانسر الدزيز هي إلى علاقة لأنه أنا كل ما أتقدم بالعمر راح تزيد احتمالة أنه أنا أصاب بكانسر معينة ومن تسعدين المرحلة الثانية راح تقرفون زيان لأن راح تدرسون الكانسر بكل تفاصيل آخر شي أجي أشوف بأنه الـ age مدام مرتبط بالـ exposure ومدام مرتبط بالدزيز إذن هذا أقدر أصنفه كـ confounder للدراسة مالتي معناه هذا شي دخل بالدراسة مالتي خلى الأرقام مالتي مو منطقية حتى أنا أسوي الـ interpretation حتى أنا أسوي توضيح الأقام ماتي يعني ما أقدر أجي أقول قدام الناس والله اللي يسكن بـ بوموث نسبة الوفاة مالتها أعلى بخمس مرات من اللي يسكن بباقي مدن بريطانيا لأنه المورتالي ثريت ريشيو شوفت نهاية الإحصائية راح يقول لك أوقف موت عندك الـ age هذا الـ age confounder إذن هذه دراستك ما تقدر أسوي لها الـ interpretation أو شرح بشكل صريح قدام الرايح والجاي لا المفروض تقول بأنه هي بسبب الـ age راح تقول لي يابا أنا بعدني مصر أريد أقدم presentation أريد أقدم البحث ماتي وأريد أشوف الناس جد مقدار الفرق بالوفيات ما بين هاي المنطقة و هاي المنطقة راح أقول لك سهلة راح يتبعون فتشي راح يتبعون فتشي هسا راح تعلمه هاي الإستاذات الجاية اللي هو الـ age sex standardization والـ standardized mortality rate SMR هذا راح يخلصني مني الـ confounder زيان فنرجع كامل إستاذاتنا إلى أن نوصل إلى فقالك الـ confounder الـ confounder قل لك هي يجبري كل أو جزء كل أو جزء من العلاقة ما بين الـ exposure والـ disease تمام فهنا أقول لك The difference in age distribution between Bournemouth and the rest of the UK gives subrose association between the living in Bournemouth and higher risk and skin cancer أقول لك بأنه يشوفني فهذه العلاقة أنا ما أقدر أعتمد عليها نتيجة للـ confounder اللي دخل عندي لي هو الـ age فأقول لك بأنه هذه المورتالي تريد هي كروت كروت أنا قلت لكم ذاك السيشن أنه هي شيء على حالة أنه حالات وفيات مقسومة على العدد السكان الكلي مالها المنطقة حالات وفيات مقسومة على العدد السكان الكلي مالها المنطقة أنه جغالوا ما بيناتهم فهذه سوحة الكروت أنه هي بشكل عام لكن أنت تقدر تقسم على حسب الأي جمالتهم إلى جروبات وآسا سنجل نتعلم شلون بهذا الشغلتين قلت لكم عليهم بنا نقسمنا على جروبات راح أجي أشوف بأنه الجروب اللي أنا إذا أستهدفها مثلا اللي هو فئة الشباب اللي هو فئة الشباب راح ألاحظ بأنه المورتالي تريد ريشو هي 1.2 معناها معناها اللي يصاب اللي يسكن بهذه المنطقة نسبة إصابته أعلى من الحالة العادية 1.2 أو هي مو 1.2 هي 0.2 لأنها الواحد هي مقدار التشابه ما بيناتهم فهذه اللي يقصب بي بالمورتالي تريد ريشو يقول لك بأنه هنا بونموث بالبحث مالتي بيّنت بأنه هي منطقة آمنة للسكن أكثر من قبل شوية يعني وين أنا أجي أقول لك مثلا ليروح الكربلاء من نسبة وفاة أعلى من غيرها خمس مرات من رح يروح الكربلاء وراها بس من أنا أجي أقسمهم حسب القروبات وأجي أنا أرتبهم وأوخر الكومفاوندر رح تبين بأنه هي 1.2 أو يجوز أطلع واحد أو 1.1 فرح أقول لك شن الفرق يعني هاي يجوز صدفة بالدراسة ما تكسرت 1.1 ولا هو نفس الشي نجف أو كربلاء أو بغداد فأنا رح يروح للمكان لي أجبني زيان قل لك يقول لك يقول لك يقول لك بأنه كان فتشي مزعج أثر لي على المودفايبالكوز اللي ممكن تمنع لي حالات هاي الوفيات يعني أنا دعا أسوي دراسة حتى ترآني قلت لكم الأمراض كلها بيها مودفايبال ريسك النون مودفايبال ريسك النون مودفايبال ريسك هي شي متعلق بالإنسان غير قابل للتغيير يعني ما رح يستفاد المريضة ذا قلت له والله هذا فتشي وراثي وتما تقدر تغيره لا فأني أحتاج أبحث عن عن المودفايبال أنه الأشياء القابلة للتعديل الأشياء اللي أنا أقدر عدلها فأني إذا أبحث عن الأشياء اللي أقدر عدلها دخل عندي الأيج اللي هو النون مودفايبال غير قابل للتعديل أثر لي على الدراسة بصفة تفتشين نوزنز أو كومفاوندر مزعج أثر لي على الأرقام مالتي So how can we deal with the confounding by age شلو ممكن أنا يتعامل وياها يقول لك أنا رح أتعامل وياها عن طريق شغلتين الشغلة الأولى أنا رح أسميها age specific rate ratios أو age specific mortality rate شو اسمع compare with an each age band age band يقصب بها age group أنا رح أقانم ما بين age groups شلون رح أجي أحط الأشخاص اللي أعمارهم من 20 إلى 24 ساكنين ببونموث والأشخاص اللي أعمارهم من 20 إلى 24 ساكنين بريطاني وقارن ما بناتهم وهكذا بقيت الجروبات زيان هنا الـ confounding رح يقل عندي بس الفكرة وهان رح يكون يعني الـ systematic variation رح يكون في شي قيم بس الفكرة أنه الـ result رح تكون difficult يابا منه اللي بيحي اللي قد يقسم الباقي بريطانيا لهاي التقسيمات وبوموث لهاي التقسيمات زيان وهم يعني رح تحصل على هواي إجابات إجابة وحدة لكل جروب إجابة وحدة لكل جروب حرفيا زيان فلهذا الـ age specific mortality rate يعتبروها بأنه هي مو أحسن شي ممكن أنه أنت تستعمله وأنا ما أكو شي أفضل من عنده اللي هو الـ SMR The standardization mortality rate أو الـ SMR هي عبارة عن وسيلة حديثة أنا أستعملها على المدى أحسب المورتالي تريت أو الموربدي تريت بطريقة تكون standard أكثر من العادية حتى أنا أخلص من الـ confounder والأشياء الـ non-modifiable تمام فيقول لك كفهم كلامي كفهم كلامي رح تفهموها أكثر وحتى الفهم الحسابي مالتها بشكل أكثر بـ small group بـ small group مالت السشن الرابع الأسبوع القادم هذا السشن الثالث الأسبوع الرابع small الرابع هو خاص في هذا السشن يعني لنهالت هالشيك لأنه بـ small group متأخر أسبوع كامل فبـ small الرابع رح يجيكم فتشرح إلى بنفس الوقت رح تجيكم مسألة إلها رح تحلوه بإيدكم وتفهمون الأسامار أكثر وأكثر بس مع هذا أنا رح أوضحها هسا بنصف الليكتشر على مموضة يكون الموضوع أسهل عليكم كبداية يقول لك بأنه الأسامار تنحزب بطريقة معينة أنا عندي S-M-R standardization mortality rate اللي هو معدل الوفيات أو standardization mortality rate اللي هو معدل الإصابة بالمرض يساوي الـ observed اللي هو حالات الوفاء الحقيقية مقسوما على الـ expected اللي هو حالات الوفاء المتوقع لهذا المجتمع مضروباً في 100 تمام فهذا أنا أحصها من الإحصائيات الـ expected أنا أطلعه في غالب الأحيان أنا أطلع الـ expected مضروباً في 100 زيان طبعاً إذا ما ضربت في 100 تمشي على الواحد أنه الواحد هو standard mortality مثل incidence rate ratio إذا ضربت في 100 تمشي على standard mortality اللي هو المية يقول لك بأنه إذا كانت الـ S-M-R تساوي 100 معناها حالات الوفاء الحقيقية الأوبزير مساوية للـ expected المتوقع أنا توقعت هنا موتون خمسة عفواً توقعتي موتون خمسة وفعلاً ماتوا خمسة فخمسة بتقسيم خمسة واحد واحد في 100 مية إذن التوقع ماتي صائب زيان أو أنه شوف شون اللي صار عندي اللي صار عندي أنا متوقعي موتون عشرة وماتوا مثلاً بس واحد فهنا رح يطلع عندي 0.1 الـ S-M-R رح تطلع لي عشرة جو والمية بكل جهوة جو والمية بتسعين بالمية فمعناها أنه حالات الوفيات عندي حالات الوفيات عندي أقل بهواء من اللي أنا متوقع أقل بعشر مرات من اللي أنا متوقع فهذا مؤشر جيد يعني أو مرات يصير العكس مرات أنا متوقع يموتون عشرة يموتون مية فهنا لأسان ما رح تطلع عندي ألف يعني هذا الشيء كلش خطير شيء كلش سيء أنه أنت حالة إصابة حقيقية أكثر متوقعة 10 مرات هذا شي فضيع أصلا فهاي بالنسبة للترجمة أو الترجمة أو الشرح مالة الأسامر هسه يجيني شخص ويسألني هذا السؤال يقول لي يابا أنا الأبزيرت أحصل له من الإحصائيات والمية بالله سهلة هاي المية أنا من يميان أبقيك إياها الأكسبكتد هذا شون أحط على عم هذا الأكسبكتد شون أحجيبه سالفا مات شوية مو معقدة سهلة حيل ولكن نوعا ما غريبة عليكم أنا عندي مجتمعات اثنية أنا عندي مجتمعات اثنين مثلا هذا المجتمع وهذا المجتمع زيان مثلا هذا المجتمع الأول يتمثلي بالعراق رح أرمزه بالرمز A المجتمع الثاني رح يمثلي مثلا روسيا رح أرمزه بالرمز B فأني أريد أطلع SMR SMR للمجتمع B الروسي زيان وأقار نائوية المجتمع العراقي ولكن هما أصلا مجتمعات مختلفة فهذا يعتبر غير قابل للمقارنة فيقولك إذا تريد تطلع المتوقع حالات الوفيات المتوقعة بالمجتمع الروسي زيان مقياسا إلى العراق مقياسا إلى العراق لازم تحط ببالك بأنه أخلي أو أسوفت حركة وكأنه أشيل المجتمع مالة العراق أخلي نفسه بالمجتمع الروسي أساوي المجتمعات أخلي البنية التحتية مالة المجتمع الروسي مشابه للبنية التحتية مالة المجتمع العراقي كتركيبة سكانية يعني شون أنا أسوهي جانا رح أقول لك شلون عوف المجتمع الروسي تعال العراق اللي هو جروب أي أنا عندي مثلا حالات الوفيات واحد بمرض معين حالات الوفيات واحد زين وعدد السكان مية أو خلين نقول مثلا حالات الوفيات عشرة وعدد السكان مية زين يقول لك أنت مدريد التركيبة السكانية مع المجتمع العراقي رح أقول لك إيه وتريد تأخذها نفسها للمجتمع الروسي تعتبره كأنه هو ستندر حتى تطلع اشغل نسبة التوقعات ماتك للوفيات بالمجتمع الروسي رح أقول لك أوكي هستوصلت الفكرة ماتي ش رح أسوي رح أقول لك سهلة تعال للمجتمع أي طلع للمورتاليتي ريت قسم عشرة على مية اللي هو حالات الوفيات على عدد السكان الكلي وضربه في ألف رح يطلع لك صفر بوينت واحد منه ضربه في ألف رح يطلع لك مية لكل ألف مية بير ألف تمام؟ هذا أم آر أو مورتاليتي ريت مالة المجتمع أي أتى مو تريد تطلع المتوقع مال مجتمع بي اعتماداً على المجتمع أي أو استناداً إلي شون أطلع الأكسبكتت؟ جيب الأم آر مال هذا خليه هنا ويكتب نفس القانون أم آر يساوي ديث اللي هو حالات الوفيات على بوبيليشن أنا طلع عندي مية يساوي الديث أنا ما أعرفه هو متوقع أنا أريد أطلع جد المتوقع أنهم يمكن يموتهم بالمجتمع الروسي بروسيا عدد السكان ما كانوا مية مثل ما كانوا بالمجتمع العراقي هنا عدد السكان مية بروسيا مثلاً كان عدد السكان عشرة آلاف أضرب وسطين بطرفين وسطين بطرفين تمام؟ راح يطلع لي جقد المتوقع من الوفيات اللي ممكن تصير عندي راح يطلع لي الأكسبكتد راح يطلع لي الأكسبكتد تجيني إحصائية تضطيني حالات الوفيات الحقيقية راح حصل الأوبزيرفد عندك أكسبكتد عندك أوبزيرفد قسم الأوبزيرفد على الأكسبكتد وضرب في مية أنت حصلت الأسام آر آه يا خلص قفلت الملف مالتها كله هذا الموضوع اللي الطلاب حرفياً تعتبره من أعقد المواضيع بالهيث عن ديزيز بس هو سهل حيل سهل إنت مجرد أخذت التركيبة السكانية مال هذا اعتبرتها فتشي ستندر تعتمد عليها جبتها لهنا حتى تطلع المتوقع حصلت المتوقع إجاك الحقيقي قسمت الحقيقة عن المتوقع ضربت في مية حصلت الأسام آر وترحون لسموع القروب السيشن الرابع سؤال مال ايجين ونون ايجين نفس طريقة الحل هاي بالضبط وإذا أكو بيها فت إضافة معينة أنا رح أرسلها لكم ها أكفة فقرة همين لازم أذكرها بأنه هاي المية هاي المية هي لكل ألف نسمة هي لكل ألف نسمة فلازم تقول مية على ألف هاي لا تنسوها لأن رح تختصر هاي الأصفارة ويذن الصفرين تمام أو عفوا ذن ثلاثة بكين هاي الأصفارة ويذن الصفرين صار عندك صفر بوينت واحد تضرب صفر بوينت واحد في عشرة آلاف فرح يطلع لك المتوقع لديت المجتمع الروسي هاي لا تنسوها هاي مدرش ما نسيتها بالبداية أنا أقول فأكفت شي غلط لأنه مية في عشرة آلاف يعني كانت شي غريب شي كل شي جبير لهنا تقريبا نكون خلص للكتر مالتنا هنا مطينا الأس أم آر لمجموعة من المجتمعات هذا فتفقر إذا تردون تقرؤ قدرون تطلعون عليها هنا شوف الفقر مختلف هنا ما بين المية هنا صاعد عن المية واصل للمية وخمسة هنا مية ومستمر علي هنا نزل جو المية بهذا المجتمع اللي باللون الأحمر نزل جو المية فهنا هذا مؤشر جيد وهنا الباقيات هم هنا مؤشر كل جيد بيهن ولكن هنا مرتفع عن المية بخواي واصل مية وخمسة مية وستة فإذا هنا حالات الوفيات اللي صارت أعلى بخواي من المتوقع فهو هيتش استفاديا احنا من الأس أم آر بالنسبة لهذا الجدول طبعا هاي كاي بوينت هاي مجرد هاي مجرد هيتش رفرنسيز بالنسبة لهذا الجدول فهرح أشرح أنا على السريع طبعا هو ما لفت فكرة رئيسية كل شو هواي باللكتر أو فكرة غريبة نوعا ما يقولوا بأنه أنا راح أجي أدور على مجموعة من الناس أشيك إذا هم معتهم مرض أو لا فهدول الناس أنا راح أصيحلهم كيس فايندين كيس فايندين هنا حطيت المعلومات معرتهم وناس هم أصلا يجون للعيادة هم أصلا يجون للعيادة يعني مو أنا سويت فايندينج عليهم مو أنا سويت سيارت عليهم طبعا أنا من أدور على ناس حتى أسوف أتبحث معين أكيد هذول الناس يكونوا من الطبق اللي شوية يكونوا متمكنين مثل ما نقول فأكيد أنه المستوى الاجتماعي والاقتصادي معرتهم أفضل من الأشخاص اللي تسوء حالتهم وتنتهى حالتهم يلا يرحون للعيادة فأكون عندي فتشي اسمه Thousand Deprivation Score هذا السكور هو عبارة عن سكور يمثلي نسبة البطالة والفقر وعدم امتلاك السيارة وهذا الأشياء بالسكان فيقول لك السكور مال هذول اللي هما أصلا يجون للعيادة برجليهم بعدما ساءت حالتهم السكور مرتفع بينما الأشخاص اللي أنا أصلا سويت عليهم بحث هذول الأشخاص متعافين فأكيد نسبة الفقر هم أقل من غيرهم فالنوبة رح يبدي سؤال فيه على الأس أم آر مالتي يقول لك أنا بالأس أم آر أكون عندي Actual اللي هو حالات وفيات اللي صارت فعلا اللي هي 48 21 والأكسبكتد اللي أنا توقعت اللي هي 30 اللي هي 30 22 بكل اختصار شو تسوي تقسم هذا على هذا رح يطلع لك الأس أم آر طبعا الأس أم آر هنا 160 ليش لأنه هاي الأرقام هي للأشخاص اللي يكونون جوه 65 سنة جوه 65 سنة زيان بينما هاي 135 هي الأشخاص اللي يكونون أكبر من هذا يعني هو حاسب الأس أم آر مالت ليغات مجرد أنه دايطيك فد مثال على الأس أم آر قلت لكم رح تتوسعون بيها بالسيشن الرابع هاي كاي بوينت عبارة عن رفرنسيز أتمنى لهنا ستمتعتوا باللكتر أتمنى ما غصرت بفتشي معين إذا عادكم سؤال تقدرون تسئلوني كانوا يياكم أخوكم ميلا وأحمد في أمان الله